بسم الله الرحمن الرحيم طلاب أصطف الخامس من مدرسة أطفال الرمثة النموذجية معكم المسخة والسلمان لنتابع شرح درس المركبات الكيميائية تحدثنا في هذا الدرس في المرة السابقة عن أشكال المادة وقلنا بأنها تتكون من ثلاث أشكال العنصر المركب والمخلوط تحدثنا سابقا على العنصر وفي الحصة السابقة تحدثنا عن المركب ولكن لم نكمل المادة فالمركب هو مادة نقية تتكون من ارتباط ذرات عنصرين أو أكثر ارتباطا كيميائيا وهذا الارتباط الكيميائي تحدثنا سابقا بأنه يؤدي إلى تكوين مادة جديدة تختلف في صفاتها عن صفات المواد المكونة لها عن صفات المواد المكونة لها تمام؟ إذن مثل ملح الطعام رمز الكيميائي NaCl Na Sodium وCl وحتى حدثنا في الحصة السابقة عن خصائص وصفات كل واحدة منها على حدة ثم عن خصائص ملح الطعام بعد الاتحاد والارتباط تحدثنا عن مركب الماء بأنه يتكون من ذرتين من الهايدروجين عنصر مع ذرة واحدة من الأكسجين أيضا عنصر ولاحظنا اختلاف صفات الماء عن صفات كل من الأكسجين والهايدروجين تحدثنا أيضا عن مركب نترات الصوديوم Na Sodium N نايتروجين وO أكسجين إذن لاحظوا هون ثلاثة عناصر أكسجين ثلاث ذرات ذرة واحدة من النايتروجين وذرة واحدة من الصوديوم المركب الناتج يختلف عن خصائص الأكسجين لوحده عن خصائص النايتروجين وعن خصائص الصوديوم لوحده وتحدثنا عن خصائصه بأنه مسحوق أبيض أو حبيبات بيضاء اللون تدخل في صناعة أعواد الثقاب والألعاب النارية سأتابع الآن أشارح بعض الأمثلة من المركبات حسب الأمثلة الواردة في النص الآن بعض المركبات والعناصر المكونة لها إذن سيكون في هذا الجدول ترتيب اسم المركب رمز الكيميائي العناصر المكونة له ومن ثم بعض من خصائص هذا المركب السكر كلنا يعلم عن السكر السكر الاسم الشائع لمركب رمزه الكيميائي C6H12O6 C6H12O6 يعني 6 ذرات من عنصر الكربون 12 ذرة من عنصر الهايدروجين و6 ذرات من عنصر الأكسجين إذن هذا اسمه الشائع وهذا رمزه الكيميائي العناصر المكونة له كربون C هايدروجين أتش وأكسجين لاحظوا العدد الذري لازم يكون في عنا ترتيب بعدد ذرات محدد خصائص هذه المادة كلنا بنعرف خصائصها مادة صلبة بيضاء اللون حبيبات على شكل حبيبات أو بلورات بنسميها بلورات ذات طعم حلو وتختلف عن عناصر كلا من الكربون لونه أسود وصلب الهايدروجين غاز والأكسجين غاز بينما هنا حبيبات وبلورات صلبة بيضاء اللون طعمها حلو تختلف خصائصها عن خصائص هذه المكونات المركب الثاني أكسيد الحديد أكسيد الحديد أو ما يعرف يخامس بالصدق لاحظوا هذه المسامير الحديدية تكونت عليها طبقة نسميها الصدق الصدق رمزه الكيميائي اسمه الشائع أكسيد الحديد أو الصدق رمزه الكيميائي F E F E رمز الحديد يا خامس إذا بتذكروا O أكسجين إذن اتحاد F E الحديد ذرتين منه مع ثلاث ذرات من الأكسجين بيعطيني مادة الصدق هاي المادة منية اللون تغطي بعض المواد الحديدية عندما تتعرض للرطوبة يعني إذا وضعنا مسمار جديد في كمية من الماء ورجعنا له بعد أكم من يوم رح نلاحظ تكون مادة الصدق علي أو مثلا قطعة الخريس السلكية التي نستخدمها لتنظيف الأواني المنزلية أو في الجلي بنلاحظ أنه إذا تركناها رطبة يعني عليها قليل من الماء تكون هذه المادة البنية عليها وأكسيد الحديد يتكون من عنصري الحديد اللي رمزه الكيميائي F E زائد الأكسجين اللي رمزه O هذا العناصر المكونة لأكسيد الحديد أو ما يعرف به الصدق نشوف خصائصها مادة صلبة هشة هشة بنية اللون تختلف عن الحديد الصلب القاسي وعن غاز الأكسجين إذا أنا عندي غاز الأكسجين هون غاز وهاي مادة صلبة قاسية جدا عندي ثاني أكسيد الكربون هذا غاز ثاني أكسيد الكربون الاسم الشاع رمز الكيميائي CO2 يعني يتكون من ذرة كربون وذرتين من الأكسجين O2 نشوف شو خصائص ثاني أكسيد الكربون غاز عديم اللون والرائحة يعني ليس له لون وليس له رائحة ينتج عن تنفس الكائنات الحية وحرق الوقود الأحفوري وغيرها أيضا يستخدم في صناعة طفايات الحريق قمة تلاحظ بهذا الشكل طفايات حريق إذن هاي خصائص السيليكة مادة السيليكة أيضا هي مرقب رمز الكيميائي SIO2 SI لحالها عنصر السيليكون SI والأكسجين O إذن هذا اسمه الكيميائي السيليكة رمز الكيميائي SIO2 والعناصر هي السيليكون رمز SI والأكسجين مادة صلبة تدخل في صناعة الزجاج والسيراميك إذن هذه المادة السيليكة تدخل في صناعة الزجاج والسيراميك طبعا هي من الصخور أخيرا بايكربونات الصوديوم بايكربونات الصوديوم اللي هو يرابع الباكينج باودر الباكينج باودر اللي منستخدمه في صناعة الكيك رمز الكيميائي باودر آخر فكرة عنا عنا الشكل الثالث من أشكال المادة أنا في بداية الفيديو تحدثت أنه في الحصة السابقة تحدثنا عن العناصر والمركبات واليوم كملنا والآن الشكل الثالث من أشكال المادة هو المخلوط والمخلوط من كلمة من كلمة المخلوط منستنتج أنه مواد تخلط مع بعضها عشوائيا بطريقة عشوائية مثال السلطة إما منعمل سلطة القضار بندورة وخيار وعصير ليمون وزيت وبصل وخس وفجل إلى آخره السلطة هاي بنسميها مخلوط أيضا المكسرات مخلوط المكسرات لاحظ في هذه الصورة عنا بعض أنواع من البدور أو المكسرات عندنا بندق عندنا فستق عندنا فستق حلبي عندنا فستق عادي عندنا لوز عندنا جوز عندنا أشكال كثيرها بنسميها مخلوط يعني نلاحظوا أنه في هذه الصورة لهذا المخلوط أو في هذا الشكل أن المواد تحتفظ بخصائصها وصفاتها وألوانها وطعمها يعني لو تناولنا حبة من البندق البندق ووضعنا في الفم نلاحظ أنه طعمه طعم البندق لونه لونه البندق لونه لونه البندق وطعمه طعم البندق إذن كل مادة من مواد اللي مع المخلوط تحتفظ بصفاتها الأصلية أيضا في مخلوط السلطة نلاحظ أنه عند وطنها في الفم نستشعر وجود قطعة من الخيار قطعة من البندورة قطعة من الخس من خلال طعمها وأيضا نشاهد ألوانها إذن قد تكون المواد التي حولنا دائما مخالط هي مزيج من مادتين أو أكثر ممكن أنا أحط مادتين أخلطهم مع بعض أو أكثر من مادتين بدون حدوث تفاعل كيميائي ما في تفاعل كيميائي مثل المركبات وتحتفظ كل مادة بخصائصها باللون بالطعم بالشكل بالرائحة أيضا يشبه ذلك المكسرات المكونة في الكاشو فستق واللوز عندما تخلط طبق كل منها محتفظة بشكلها بلونها وبطعمها إذن لا تتغير لا تفقد شكلها لا تفقد لونها ولا تفقد طعمها أيضا من الأمثلة على المخاليط الهواء الجوي هو مخلوط من عدد من الغازات أو من المركبات في عنا غاز الهايدروجين غاز الأكسجين غاز النايتروجين أيضا يوجد مركبات غاز تاني أكسيد الكربون غاز بخاري الماء غاز أول أكسيد الكربون وهكذا أيضا أن الملح الماء والملح مع بعض مخلوط يتكون من مركب الماء ومركب كلوريد الصوديوم يعني لو وضعت كمية من الملح على كأس من الماء الملح هون مركب وهون الماء أيضا مركب لكن مع بعضه كله صار مخلوط مخلوط من إيش؟ مخلوط من الماء والملح تمام؟ أيضا عنده أيضا هلأ هاي النقطة تفهمناها هلأ بظهن عندي آخر نقطة بالدرس اللي هي لاحظوا الصورة عن هدوه هلأ هون في عندي مسحوق الكبريت وضعت على مسحوق الكبريت هو حبيبات ناعمة جدا مسحوق ناعم لونه أصفر وضعت عليه كمية من برادة الحديد وخلطتهم مع بعض الآن لو إجيت وجبت مغناطيس ومررته على المخلوط اللي عملته طبعا هذا اسمه صار مخلوط برادة الحديد والمسحوق الكبريت اسمه مخلوط الآن لو قربت منه المغناطيس بلاحظ أنه المغناطيس سيعمل على تجميع برادة الحديد وفصلها عن مسحوق الكبريت هذا مخلوط لكن لو جبت أنا كميات محددة جدا ويقول لك